موسيقى بالنسبة للإسلام الإسلام هو في الحقيقة تطرح مجموعة دي الإشكالات لأن كين الإنسان يرتبط بواحد المغربية وهذا تدخل في إطار الزواج المختلط وتيكون أنه عنده نية تعقد نية باش أنه يتزوج بها وبالفعل توقع بيناتهم وحد العلاقة دي الحب ومودة فهنايا كين هذا الإنسان إذا كان إنسان بعد مرات ما تكونش هو مسلم وبعد مرات يكون لا ديني يعني إنسان آتين ما عندهش ملحد ما عنده علاقة لا بمسيحية لا بيهودية لا بتاشي حاجة وتيكون هو يرتبط بهذا السيدة نظرا أنها موجودة خارج المغرب مع زميلة في الدرسة أو في العمل يعني يتلقى في شيء ظروف خاصة اللي خلتهم يكون بيناتهم هذا الارتباط إذا كان هو إنسان يعني ما عندهش مبدأ يعني بغي غير يتزوج هذه السيدة تيكون سهل تيجي عند السيد العادل تيعلن الإسلام دياله وتيحفظ دك الأركان ديال الإسلام الخمسة الشهادة الصلاة الزكاة الحج الصيام تقريجي ويعرضهم عليك أنت ما محققش أنك تدخل معه بحال هذا السيد اللي أعلن الإسلام هو القتل اللي كانت في المعاركة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا شققت على قلبه؟ يعني مدام هو أعلن عن الإسلام دياله ما عدا إلى صرح أنا بالنسبة لك عادل تقول أسمح لي وكين اللي تيجي تصرح تقولك أنا بريد ندير الإسلام من أجل الزواج تقول أسمح لي يعني الأصل أنك تعلن على الإسلام ديالك ما عنده علاقة بزواج فإذن هنا يا شمال اللي توقع ما بالأمر اللي تتوقع هو أن بعض المرات بعد الزواج مباشرة أن هذا الإنسان يعني تتنصل من هديك بل من هم من يدعي بأنه أنه ربما فرض عليه وفي حين هو الذي تيجي بالتلقائية والأكثر من ذلك مغربيات مجرد ما تزوجه مجرد ما تتلتحق بالبيت الزوجية ديالها داخل خارج الوطن تتجي تتلقى بأنه يمارس طقوس دياله الدينية المسيحية على الشكل الذي ينبغي وأكثر من ذلك أنا مشيت لإيطاليا جينوفا وكان فيها أن المغربية المغربية موضوع محطوط فوق الباب النوم ديالها وحد الصليب وفي البداية كان بدأت يدير الصيام دياله ولكن من بعد كلا أسمحي لي أنا كنت أنا أنافقك أنا ما يمكنش توليدتي رايغي يخضعوا لهذا ومبعد طلبتي يطلق تيالها وكايني الناس لهما مبدأين تيقول كاسيدي أنا لا أقبله باش أنا يتفرض علي الإسلام عندنا زوج وتيبقى في واحد الصراع وأنا عندي حالة حالة الآن يعني أصلوا في آخر المطف أن السيدة غيدروا عقد زواج مدني يعني خارج المغرب تيتسمى زواج مدني تيتصيب في الكومين يعني في الميري هدك من تيتصيب تيتمكينا تيبقى من بعد هي إلا بغدت توتقو خصها واحد شروط باش توتقو في المغرب خصها شروط أولا خصها واحد العقد دياله ملحق لي تيكونوا فيه شهود وتسمية صدق ولكن هنا تيبقى الإسلام واش أن هدك الإنسان اللي يكسب ذاك العقد في ذاك الفترة واش كان مسلم إلا ما كانش مسلم تيقدرون الناس يعطيه فتوى أنه يدير تأكيد إسلام قبل لمدة ديال ديالك زواج وهنا يباش أنه لكانوا أولاد ينسبون يعني لصحة العقد ولكن إلا كان هو ما قابلش جملة وتفصيلا هنا تيبقى الحراج ديالك سيدة مع الأسرة ديالها لأنها الأسرة ديالها طبيعي ما غيرت بغيها يكون ذاك الزواج ديالها إلا وفق الضوابط الإسلامية وبتالي وفق الضوابط المغربية اللي هي خضعة الإسلام فإذن هنا يتبقى الحراج ديالها السيدة هذه هذا لا يطرح إشكال ولكن احنا تنجي دائما وتنعود واش هذه الكتابية كتابية تلقىها إنسانة هي إنسانة ملحدة لا تؤمن ودين بأي دين ولكن تبقى غير تصريح ديالها في حين أنا كيف قلنا المغربية مع أجنبي تبقى دائما نخص واحد الوثيقة هو الأمر يعود للمجلس الأعلى للي يرأسه الأستاذ يعني هذا خصفيه قول العلماء لأن الآن الحالات الآن أصبحت كثيرة وأصبحت واقع مش يمسألة غير نظارية يعني الناس يمارسون الزواج ديالهم يعني بمأن أصبحت ظاهرة يعاد النظر واش بالفعل هذي الناس اللي تيسلموا واش بالصح مسلمين واش ماشي مسلمين واش هذيك الكتاب كتابية حقيقة فإذا هما علاقات زوجية الآن أصبحت في الواقع بنسبة كبيرة يعني خصيح لاحل كيف توجد مع الولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر